عايزة روح لتقرير مهم جداً على اللاعب حضراتكم تتذكروه بشكل جيد جداً احنا دايماً كده كل فترة بنضح مع حضراتكم نفتك اللاعب من اللاعبين اللي كانوا موجودين ومؤسرين في الدوري المصري في فقرة فينك يا نجم لاعب وسط كان بيلعب في بيترو جيت كان فيه تنافس كبير جداً بين الأهلي والزمالك عليه اسمه حسين علي نجح النادي الأهلي في الآخر انه يضمه صحيح ما نجحش جداً في الأهلي تحرك في أكتر من نادي بعد كده الإصابة هي اللي يمكن أخرته شوية ولكن كان لعب وسط رائع جداً فين بقى حسين علي دلوقتي بيعمل ايه حسين علي دلوقتي تعالوا نشوف حسين علي بيعمل ايه وبعد كده نستقبل يوفنا النهاردة المحرين الرضاديين اسلام سامي ومروان شافعي نتكلم عنهم في أمور كثيرة جداً تخص مباريات أوروبا وأيضاً مباريات المحلية خليكم معنا والله فينك دي فيها إليها شكين شك تجاري يعني عندي حاجات تجارية كده عملها والشك التاني أنا حضرت رخصة رخصة تدريب وبحاول أخش في التحليل إن شاء الله الفترة الجاية وربنا يا سهل إذن الله أحابي بقى أكتر مجال التحليل يعني التلفزيوني يعني أنا أنا يعني الحمد لله يعني عيني كويسة في الموضوع له يعني شايف إن أنا الموضوع ده موهبة أصلاً والله أنا بدأت كورة أنا عن 8 سنين كنت في نادي نادي النيل اللي هو في المانيال نادي النيل ده بيودي أحسن لعيبة عنده للنادي الأهلي روحت النادي الأهلي أنا عندي 12 سنة تدركت في النشئين لغاية 20 سنة وأنت عارف طبعاً إن عشرين سنة مثلاً الناس خلاص يعني هما فيه سياسة إن هما بيشتروا بيشتروا لعيبة من بره فأنا انتقلت بعديها لنادي بترجيت وبعد بترجيت عادت سنتين والثالثة اشتروني النادي الأهلي تاني اللي بيميز النادي الأهلي في النشئين يعني الجو مريح مهيأ إن أنت تطلع لعيب كورة تستفاد منه في الفريق الأول وبالدليل على كده طبعاً انت شايف طبعاً النشئين بتاعت النادي الأهلي موجودين كلهم في أندية الدور الممتاز بكسافة إن اللعيب بيقى متأسس صح متأسس بدنياً متأسس فنياً متأسس تكتكياً كل العوامل دي بيش موجودة ما تلاقيهاش صعب تلاقيه في النوالي التانية لما جيت تنقل بترجيت أنا خلاص كنت خلصت النادي الأهلي نشئين عشرين سنة وما كانش مهم إن كانش ينفع لنا نتأيد رحت بترجيت كابتن رمضان السيد الدرجة تانية أعدت معاهم سنتين والسنة التانية إحنا سعادنا ومع الكابتن مختار ولعبت أول سنة في ممتاز والحمد لله يا ربنا كرامني ويعني عملنا موسم كويس جداً النادي الأهلي ونادي الزمالك يعني قدموا عرض آخر الموسم بخمسة مليون كنت في ساعتها أغلى صفقة في مصر وكنت واخد 2008 أحسن ديفندر في مصر انتقلت بعدها النادي الأهلي مع أمان والجنزية وأكيد طبعاً يعني الحمد لله ربنا كرامني واستفدت والنادي الأهلي والنادي الزمالك أنا أعوذني أكيد يعني ده دليل لنا الحمد لله قدمتوا موسم كويس لما بتمشي من نادي الأهلي بتروح نادي تاني مع احترامي طبعاً الكبير اللي نادي بترجيت بتبقى عاوز تثبت نفسك بتبقى عاوز تثبت نفسك أن الناس دي اللي ماشيتك تبقى غلطانة يعني اللي عملت معك كده يعني فأنا وعاوز تطور من أدائك وتروح يا ترجع النادي تاني يا تروح نادي أعلى انت فاهمني فطبعاً أكيد كان في عزيمة وإصرار من ناحيتي إن أنا أطور من مستوية أثبت نفسي والحمد لله ربنا كرامني كنت بفماراً كويس يعني خليت الأكبر نديين في مصري يتكلموا معي يعني يتفوضوا معي والله أنا عائلتي كلها زمن كويس اتواصل معي الأول كابتن حازم إمام قعب معي بنفسه وقال لي أنا شرف لي أن أنت تلعب معي كان آخر سنة هو بيبطل فيها طبعاً كما كن أنا عندي مثلاً 24 سنة وكابتن حازم إمامي يقعب معاك فطبعاً وأنا قصة عائلتي زمن كوية كلها فقالت له يا كابتن ده شرف لي أنت ستقولي الكلام ده فطبعاً مضيت مع الزمالك تمام؟ دخل بعديها حوالي أسبوعين ثلاثة وقال النادي الأهلي كابتن حسام البدري يكلمني وقال لي المانور جوزية عاوزك والنادي الأهلي محتاجك وإن شاء الله تبقى معاين أو كده قلت له يا كابتن أنا ماضي في الزمالك فطبعاً أنت عارف اللعيب لما بيبقى لسه في عقد في النادي بيبقى حتى القمضة دي ما بقاش لها قيمة زي ما يعني في حاجة اسمها رغبة في الآخر لما النادي يخلص ويتفق مع النادي على موضوع الفلوس اللعيب بيجي ويمضي الرغبة دي فهي الرغبة دي اللي بتحسم انتقاله للنادي المعين يعني طبعاً موضوع النادي الأهلي أنا دبان عليه عشان خاطر أنا يعني حسيت في الآخر أن هم يخدوني عشان مراشي زمالك يعني أنا ما أخدتش فرصيتي اللي أنا ألعب وحسيت أن هم يعني يعني بيخدوني عشان مروحش أروح نادي الزمالك بس أنا كنت أواخد أحسن دفندر في مصر 2008 وكنت بقى لعب وروحت هناك ما أخدتش فرصيتي خالص طبعاً الموضوع ده فرق معي أكيد أنا كنت طبعاً أنا أروح المنتخب وأحترف بره والموضوع ده أثر علي كتير والله أنا اتكلمت مع كابتن حسان بن بدري في نص الموسم كده بعد ما لقيت الموضوع صعب قلت له أنا همشي آخر السنة ميشي منو الجزي آخر السنة وكابتن حسان بن بدري بقى للي أنا هلعبك بس أنا كنت خلاص يعني أفلت يعني أنا كنت يعني خلاص يعني ما نفعش أعود تاني عشان ما خشش في رزق يعني أنا ممكن ألعب ملعبش لأ أنا عاوز أخد فرصة وأعوز ألعب كنا لأ أنا زملكاوي ولعبت في الأهلي لأ هو فيه لعيبة كتير لعبة زملكوية لعبه في الأهلي بس زمان ما كانونش بيقولوا بيعلنوا ده دلوقتي بقى الموضوع عادي الموضوع اللي بقى احتراف والمال هو اللي بيتكلم ودلوقتي يعني عشان السوشيال ميديا وكده بقى موضوع خلاص عادي يعني ما أنا يعني البست الشيرت ده خلاص بيديني كام أنا بقى شغلي والله أنا شايف يعني في ظل الأرقام العالية في ظل الأرقام العالية اللي اللعبة بتاخدها دلوقتي وبتعرض بالنوادي والمبالغ ضربت بطريقة فضيعة أنا 2008 كنت بخمسة مليون يعني دلوقتي ولا خمسين مليون أنا شايف كده أنا كنت باخد مثلا مليون جنيه في السنة دلوقتي ولا على عشرين مليون أنا شايف الموضوع فيه تضارب عالي قوي وما فيهوش حاجة حقيقية خالص في سعر اللعيب نفسه وكل واحد بيطلب اللي هو عاوزه وكل نادي بيطلب اللي هو عاوزه اشتركوا في القناة شكرا شكرا